أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا غذرا أو نذرا إنما توعدون الأواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإيل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ألم نخلقكم من ماء نهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معنون فقدرنا فنعم القادرون وإله يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وإله يومئذ للمكذبين ينطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يضني من الأغاب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة وعو صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذل لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدون فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعاملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتد أهل الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ماثورا وإذا رأيت ذن رأيت نعيم وهو ملكا كبيرا وليهم ثيابس وهادس خضر واستبرق وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة هو أصيلا ومن الليل ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرى فما ما شاء أتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمة يدخل من يشاء في رحمة والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا يحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما فلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيانا يوم القيامة فإذا بريق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل بم لا تحرك به لسانك لتعجل بم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجل وتذارون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراق وقيل من راك وظن أنه الفراك والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سلا لم يكن قفة من مني يمنا ثم كان علقتا فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثير قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمنوا وتستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا بلائكم وما جعلنا عدةهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لما هو شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رحينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حضرا مستغفرا فرت من قسورا بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرا كلا بلا يخافون الأخرا كلا إنه تذكرا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا اصفه أو ياقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشيات الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا محيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذناه أخذع وبيلا وكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء مفطر بهم كان وعده مفهولا إن هذه تذكرة فما شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل ونهار ألم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأاتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله خفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا بم ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيه لا على الله شقطا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشغبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاصقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا لنفتنهم فيه ومن يؤرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاخا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من أطعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب باتوا دون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قوله أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ألا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوه أصابعهم فيه آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوارا هلم تروا كيف خلق الله سبع سماء واتيا طباقا واجعل أقمر فيهن نورا واجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم منها دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة وروح إليه في يوم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوين ومن في الأرض جنيعا ثم يعجي كلا إنها لظام نزاعة للشوام تدعو من أدبر وتولام وجمع فأوعام إن الإنسان خلق هلوعا إذا أمسوا الشر جزوعا وإذا أمسوا الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحرام والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رهرون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مبطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرء منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبي يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بسم الله الرحمن الرحيم وترهقهم واحدعه واحدعه ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلانكم تذكرة وتعيها أذن واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعا وانشقت السماء فهي يومئذ واهيا والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فروقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هؤم قرأوا كتابيا إني ظنات أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا قطوفها دانيا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُؤْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُؤْتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَا مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا خُذُوهُ فَغُلُّونَ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّونَ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرْعًا فَاسْلَكُونَ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُبُّ عَلَى قَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍّ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَاسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمَ بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يصطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمُونَ وَإِنَّكَ لَعْنَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بَأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا ضَلَّ عَنْ سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُقَعِ الْمُكَذِّبِينَ وَادُّوا لَوْ تُدَهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُقَعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينَ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُؤْتَدٍ أَثِيمٍ أُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّدِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُسْبِهِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُصْبِحِينَ أَنِغْضُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَقُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِيَا هَذَا رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفْنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابُ وَفِيهِ تَدُرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَتُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَسَاقٍ وَيُدَعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَقِيُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فقور ثم ارجع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلالها كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجرا كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليهم نشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلنكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عيد الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر